اشتري كما تعلم اي شيء للغداء على الاقل اي شيء بسيط للغداء ثم صنعنا غداء بشكل سريع للاطفال صنعنا طعام العيد العام الماضي وللدهشة جاء برنامج تطوير الامام واعطاني قسائم شرائية قالوا لي يا شيخ هذا من اجلك اشتري اشتري في يوم العيد يجب ان يكون لديك طعام جيد في منزلك لقد اعطوني القسيمة الشرائية واخبروني هذه القسيمة كي تشتري ملابس لاطفالك انني كامام الناس يأتون الي يقولون يا شيخ ليس لدينا طعام لكن لكن لا احد يسأل الامام يا شيخ كيف حالك اليوم هل لديك لو ملابس العيد لاطفالك اقصد من قد يفعل ذلك لذلك هذا هو السبب في انني بادرت وطلبت من برنامج تطوير الامام ان يعطيني صناديق صغيرة للتبرعات ووضعت هذه الصناديق في المتاجر وفي كل شهر اذهب للمتاجر اقوم بجمع هذه الصناديق التي تكون مليئة بالنقود فالناس يضعون واحد راند او اثنين راند الصندوق المليء يكون فيه حوالي اربعمائة راند فهذه الاربعمائة راند تضيف قيمة لحياة بعض الامة الاخرين فلو انك في منطقتك ليس لديك برنامج تطوير الامام اصنع شيئا للأئمة لانه من خلال امام واحد تستطيع الوصول الى مئات بل الوف الناس فلا احد يأتي للامام ويسأله انت مشغول مع المجتمع طوال اليوم كيف تبدو حياتك كيف تتعامل مع حياتك اليومية لذلك كان هذا احد الاشياء المدهشة التي يفعلها برنامج تطوير الامام وانا حقا اريد من هذه المنظمة ان تستمر طويلا وبالنسبة لي شخصيا انا لن اكون في البرنامج اذا قرر البرنامج ذلك لكني اريد ان ادعم برنامج تطوير الامام لبقية حياتي لان مثل هذه المنظمة يجب ان تستمر فبيت الامام يجب ان يكون مشروع حيث يتم صنع امام اخر فاطفالنا اليوم ليسوا متحفزين ليكونوا ائمة فهم يقولون والدنا يكافح طوال النهار والدنا دائما يقول لا كل شيء نطلبه منه يقول لا لانك كامام ليس لديك ما يكفي وهذا يعني انه يكسب اقل مما يكفي احتياجاته الطبيعية وان اعلم ومتأكد ان كل امام انا ساتحدث عن نفسي انا لا اريد حياة فاخرة كل ما اريده هو حياة بسيطة حيث يحصل الاطفال على التعليم وحيث استطيع انا نفسي ان انخرط في المجتمع واقوم بالدعوة الى الله حتى اخر نفس في حياتي وامل انه من خلال ذلك الله سبحانه وتعالى سيوفقني بان تكون الكلمة الطيبة كلمة التوحيد لا اله الا الله محمدا رسول الله اخر كلمة يقولها لساني عندما اغادل هذه الحياة الدنيا لذلك حتى ولو لم اكن ضمن برنامج تطوير الامام انا سادعم برنامج تطوير الامام لبقية حياتي بكل الاحوال هذا ما سافعله لبرنامج تطوير الامام جزاك الله خيرا برنامج تطوير الامام نحو الفضيلة